مع اعتشار فيروس كورونا في العراق فإن ثمت فيروسات من نوع آخر تنتشر هنا وهناك تبث الضرر والويلات بشكل أكبر بكثير من فيروس كورونا إنها ميليشيات الحشد المدعومة من إيران والتي تسعى بطريقة أو بأخرى إلى التوسع والسيطرة في كل مكان لأسيما محافظة الأنبار اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي حذرت من تحركات ميليشيات الحشد برفقة مجموعات إيرانية انتشرت في صحراء الأنبار وصادرت ممتلكات البدو الرحل بصحراء الرطبة وقرب الحدود مع السعودية واعتقلت عددا منهم وهدمت خيمهم كما أشارت اللجنة إلى أن هذه العملية تمت بتواطئ من مسؤولي المحافظة السياسيين والعسكريين وتعد جزءا من مشروع إيراني قديم متجدد الهدف منه تأسيس قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني في صحراء الرطبة تواجه قاعدة عين الأسد لجعل الأراضي العراقية مواقع دفاعية متقدمة في صراع إيران مع دول الجوار وأمريكا وهذا ما أكده معهد دراسات الحرب الأمريكي من أن وكلاء إيران يتبعون استراتيجية صنعها قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل مقتله وهي ذات جبهتين ضد القوات الأمريكية في العراق مصادر عراقية قالت أنه بتمدد ميليشيات الحشد في محافظة لنبار سيكون من الصعب الكشف عن مجمل تحركاتها وبذلك تكون طهران قد حققت أحد أبرز مطامعها في الوصول برا إلى سوريا ثم بيروت فالبحر المتوسط مصير العراق الذي أصبح بيد مجموعة متهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات وهم مرشحون لأن يحالوا إلى محكبة الجنايات الدولية بحسب معهد هيدسون الأمريكي للدراسات والذي أكد أن كل من نور المالك وفالح الفياض وهادي العامري وقيس الخزعلي وزعماء فصائل ميليشيوية أخرى على تواصل مع قائد الحرس الثوري الإيراني اسمعيل قآني وهم يدعمون اليوم المكلف مصطفى القاظمي ما يثير الريبة وبالتالي من المفترض أن يبعد كل هؤلاء عن السلطة أو التحكم في تحديد مستقبل العراق